موسيقى الموضوع ده لازم ندخل بالكلام عن حكاية التبرعات كمان المبالغ فيها جدا الأولياء الأمور بيشتكوا منها وبيقولوا أنها مبالغ فيها بشكل كبير في الفقرة دي أسئلة كتيرة عن موسم التقديمات ويمكن أهم سؤال بيرددون الناس بمين دول المصاريف زادت في المدارس الخاصة في زل أزمة عالمية رفعت سعر كل حاجة طب هنعمل إيه؟ تعالوا نرحب ضيوفنا الأول اللي منوارلنا النهاردة سيدتلواء عادل فولي مؤسس جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر أهلا بحضرتك وعلى يميني أستاذة داليا الحزاوي مؤسس اقتلاف أولياء أمور مصر أهلا بحضرتك والأستاذة استشاري الطب النفسي أو الاستشاري التربوي أستاذة أمل غالي اللي بتنورنا دايما أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وإن أسمحولي أن أنا أبدأ من عند سيدة اللواء يعني باعتبار أنه بقالنا فترة طبعين مع بعض ومطوع المدارس. في حاجات وليه الامر بيعتبر ان هي مش في صلب العملية التعليمية ويقولك انا مالي ومالها. انا ادفع فلوس انتروفيو وادفع فلوس ابليكيشن ويتقبل يا ما اتقبلش في الحالتين. ثم اتقبل بقى الحمد لله ندفع بقى تبرعات. كل ده احنا لسه ما عملناش حاجة. لسه بقى مصاريف المدرسة ولسه البص ولسه النتريات اللي بتزهر كل شوية. الى اي مدى النهاردة اصبح من حق المدارسة الخاصة ان هي تفرض الرسوم دي على وليه الامر. وهل في طريقة لتقنينها او تحجمها شوية? حاجة احنا احنا من الاصل ده اللي كنا بنادي دي من الاصل. اين المعيار في الكلام ده كله? يعني انا اصبح المدارسة الخاصة بتنطلق مع نفسها. مفيش لها رابط. مفيش حد يحجمها. النهاردة حاجة بقى مش بتكلمي في تبرعات. ده النهاردة بيكلمك في حاجة اخدوها من المدارسة الدولية. بيكلمك في رسوم تسجيل. وتسجيل ايه? يعني انا مدرسة لغات خاصة. بتسجيل لي ايه? بس دايمان فيه يعني مدارسة دولية. اوكي ده المدارسة الدولية. اه اه. مال المدارسة الخاصة هنا يعني بتتبع لوزارة التربيةYE و التعليم هي sultة عليه. ايو. ما خاصة ما ليس تسجيل. يعني المدارسة الدولية ده بتسجيل برا. و casually هكي؟ باته بنФيانو ان هو يعملو بالدولار و الكلام ده كله اوكي. إيه مدارس الخاصة مالها؟ بقيت المدارس الخاصة اللغات العادي الناشنو والإنطناشن مالهم في القصة دي. فبقت أوكي. بقيتنا نخش بتسجل إيه؟ طب إنت سأله وما يديكش إيصال. مش إيصال. ما أدرش تسترجعها لو أبني ما دخلش زي ما إيمان بتقول. ما فيش كلام ده. ده غير بقى الأبليكيشن. برضو الأبليكيشن ده برضو رسوم تانية. واصلت المبالغة وهمية. يعني التسجيل ده وصلنا العشرين ألف. ومدارس بالإسم. هنا فكرة إنهم ما بيديش وصل يعني هو يعلم إنه ده مش من حقهم. مش حقهم. حدرك أحمرون الحكة. مش قانوني. بعد كالحكة إحنا لو نتكلمنا في الأبليكيشن إيه قانونية هو ممنوع أصلا؟ أصلا يا فندم هو مجرم في درسترواية والتعليم. في التعليم القانون الخاص. مثلا ألفات الأبليكيشن بيخطوا منها عدد صغير. في الآخر كل الناس دي دفعت. طب هو إيه الأبليكيشن؟ ورقة ورقتين. فايل بكام. بتاخد عليه بالألف والألفين وصلت لخمس تلاف. ليه؟ هو. وليه الأمر الجاي للتعليم الخاص ده؟ يعني هو جاي يعني. بزي. لا. عايزين نتكلم. هو زي ما أنا مفعوط وتعبن في الدولة مفعوط وتعبن في التعليم. أنا راجل اخترت بعاون الدولة. باجي على نفسي. باجي على فلوسي. باجي على أولادي. باجي على كل حاجة في حياتي. الأب. الأم بيبقوا في دوامة. يعملوا جمعيات. يستهلفوا يعمل قروض. كل ده. ولسه الوزارة التعليمية مالكة. هديكوا قروض ميسرة من البنوك. كل ده دغط على أولادي الأمر. اللي هو اختار يرفع عن كهة للدولة. لأن الدولة فعلا غرقانة مع وضوع التعليم. قصة مجانية التعليم. خلاص أنا بعيت عن مجانية التعليم. مش معنى كده أن أنا درعي. حضرتك برضو استكملا للسؤال. عشان أبقى إيجابية. أنا كولية أمر رحت مدرسة خاصة. والطلب مني الحاجات الكتير قوي دي. بشرطة كمان أنه ما فيش وصل يثبت حقي أو يثبت أنه ده بتاع إيه. أو تلوزي. تمن إيه. وأنا هعترض إزاي. هقولك يعني. ما غيري بيدفع. إيه الآلية اللي أنا المفروضة عاملها. علشان ده ما يحصلش تاني. هنقول أولاقي الأمور. أولاقي الأمر مره. هو عاقي بس حضر لك. هو من الأول بيحطك في مشكلتنا. الساكنولوجيا المصرية السباق. نحن هنا تصابق. أنا ابني أفضل من ابني جارتي. أنا ابني أفضل من جارة. فموّت نفسي عشان ندخل المدرسة دي. عشان ندخل المدرسة دي اللي هي بتقند معايا. وقصة بالضبط. وقصة الانترفيو هي مسابقة. يعني أولا قطتك في مسابقة. إلا ما استحاجة إن إحنا كمواطنين نعرف حقوقنا. إنت ده مش مفروض عليك إنك تدفع أو الاستثمار. الاستثمار المدرسة تقفل. أو معلش خليك بقى كده. نبقى فاهمين فوق. يعني المدرسة إنشأت إزاي؟ طيب. هنرجع لحاجة تاني بس نسأل أستاذ داليا برضو. هي طبعا يعني مؤسس تلاف أولياء أمور. مشكلتهم إيه تاني في ظل الأزمة الاقتصادية اللي إحنا داخلين عليها. كل حاجة غلية. هتيجي المدرسة كمان تقول نغلي. هي في الأيام دي يعني يعني خبر كان صادم لنا كلنا وكل أولياء الأمور مستقيم منه. إن فيه زيادة في الأسعار المصاريف. يعني هتوصل 15%. طبعا إحنا في حالة اقتصادية مش في مصر بس في العالم كله. معايا. طبعا أزمة على ما. فإحنا محتاجين يعني يبقى فيه مرعاة وتعاون من المدارس الخاصة. مش ظروف دي تسمح لأي زيادة أكتر من الولياء الأمور اللي بيدفعها. لأن والياء الأمور بالكاد بيقدر يمشي حاله في المصاريف. لأن المصاريف مش مكتصرة على مصاريف المدرسة في بند لبس وفي بند مستلزمات مدارس وبند دروس خصوصية. برغم من دروس خصوصية كلنا هنقول دروس خصوصية إزاي هي وقع مر وموجود. فإحنا دلوقت ش بنطالب وزارة التربية والتعليم إنها تتدخل. كان يعني معالي الوزير طريق شوئي كان في يعني في آخر الترم التاني قال إن إحنا هنعمل حوكمة للمدارس الخاصة وهنعمل آليات منظمة عشان ما يبقاش فيه صدام دائم بين وليه الأمر وأولياء الأمور. لكن تأخر كثيرا هذي القوانين فيه لازم نعمل آليات للتقسيط. لأن في المدارس بتخلي وليه الأمر يدفع مرة واحدة. أو إن هي نسبة ما تبقاش مثلا في النص والنص. لأترمي الأولاني بيبقى أكتر من 70%. فإحنا عاوزين آليات منظمة وياريت لزبط الأمور أكتر يبقى فيه دفع فيه حساب بنكي. بحيث إن إحنا لما ندفع في حساب بنكي هيبقى الوزارة شايفة إيه المدارس اللي بتعمل تلاعب. لأن للأسف. مش إحنا بنقول ههو حرام يزوده 15%. أنا على يقين تام إن فيه مدارس مش هتلتزم وهتزود زيادة عن الزيادة اللي زادت دي. لأن فعلا فيه مدارس بتبقى يعني شايفها إن هي عملية ربحية في المقام الأول وبيزنس. إحنا ما قلناش إن هما ما يكسبوش. لكن يكسبوا بالمعقول إن ولي الأمر ما عندوش طالب واحد لعندو أكتر من طالب في مراحل مختلفة. وتعتبر يعني إن هو يكون إن هو فتح مدرسة فدي مفروض رسالة سامية وهو يجزيخ خير عليها بس ما يتبعش ولي الأمر والرقابة دي لازم. يعني رحلة المعاناة بتاعت الانترفيو رحلة بيخدها ولي الأمر وبيلاقي إن هو عنده أعباء فيها. هنجلها تاني النقطة دي بس سيما عندها سؤال. أستاذ أمل غالي في حاجة أنا نفسي ما بفهمهاش فكرة التقليد اللي هي إنه زي ولاد بنت خلتي وزي ولاد جارتنا ولازم يدخل مدرسة ومش أقل من حد. مع تجاول الفروق الفردية ما بين الولاد وبعضهم. وإمكانياتهم الدهنية والعصبية والظروف الاجتماعية اللي هم فيها. يعني إحنا لينا وضع اجتماعي معين. فتيجي الأم تبيع دهابها. تعمل جمعيات. فتحط الولاد في مستوى اجتماعي أعلى من قدراتهم وأعلى من مستواهم الاجتماعي. فيبتدي الولاد راحوا أول مدرسة وقدروا توفرها لهم. لكن من ناحية تانية عايشين في مستوى مش بتاعهم. فأعتقد إن ده بيبقى له مردود نفسي وأكاديمي بطبيعة الحال على الطفل نفسه بيكمل معا العمر كله. عايز أقول لك إن الحتة دي بالذات بتعمل أول ما الأم بتحط نفسها في مقارنة مع صاحبتها وبنت خلتها وبنت عمتها اللي دخلت دخلت ولادها مدارس معينة. الأم أول ما بتدخل في الحتة دي بتكمل لحد آخر يوم بدراسة في حياة ابنها لأنها بتحطه تحت سترس أو تحت ضغط المقارنة. بص ده جاب كذا بص ده عمل كذا. هي السكة دي كده من أولها غلط لأنها زي ما أنت قلت لابت راعي لنفسية الطفل ولا قرب المكان أحيان برضو بنختار لأولادنا مدارس بعيدة جدا. بنختار لأولادنا أقسي يعني دخلوا مثلا فرنش أو جيرمان أو مش حاجات دي كلها. وبالتالي مرة في أوتوبيس كمان. وبص المدرسة والأم بتفضل حتى ضغط. ما جبتش ليه الدرجة دي زي فلان. ما جبتش ليه أنا عايز أقول لكل أم بلاش تحط الحتة دي في دماغك. أنت حط ظروفك وظروف ولادك وفصليهم عن اللي حواليك. ملكيش دعوة ده دخل مدرسة إيه. في الآخر هي كلها مدارس بتعلم والحتة برضو بتاعة الأم والمتابعة والأب بتفرق. هي اللي بتفرق. يعني مش كل الولاد اللي هما نجحين كانوا لازم يدخلوا مدرسة معينة. ولا الولاد فشلوا كلهم عشان دخلوا المدرسة. ما فيش الكلام ده مش حقي. على أرض الواقع أنا أم. على أرض الواقع اللي بيفرق هو مادة تشجيع الأم ومادة اهتمامها بولادها. مش طبيعة بس المدرسة. لا. انتي شايف أولادك ازاي. لكن جو المقارنة والضغط ده. أنا بشجع كل أم تنسحب منه. حتى لو واحدة صاحبتها جات قد لها. وانتي مودية بقى أولادك مدرسة ايه تقفل على الموضوع. أصلا مش نوع من أنواع التفاخر ولا التصابق. أصلا كمان أن يعني الطفل نفسه هيتعب. الطفل هيتعب لأن الأمة مضغوطة. لأنني مش بصريف بس هيتعب زي ما بتقول الإيمان في اللانش بوكس بتاعه فيه. أنا ليه معيش حاجة زي قلان ومعنديش حاجة زي هاتف. فيه فعلا أهالي أهالي زي ما انتي قلت بقى ادهابها وعملوا حاجات كرة شايد دخلوا مستوى معين وما قدروش يكملوا بقية الحاجات. لأن مثلا يا ماما ده ورح رحلة مش عارف ايه. ده جاب كوتش بكام. ده جاب شنطة بوكس مماركت ايه. يعني فيه أطفال بتجيب شنط بألفات. وفيه أطفال تاني أمامتهم ودتهم بالعافية فبيجيبوا الشنطة العادية. فيفضل الطفل قاعد بمقارنة. بصد ده خد في اللانش بوكس مش عارف ايه. ده جاب ايه. يعني طول الوقت. طول الوقت. وكمان أستاذ أمل الاستمرارية في ده. يعني أنا هضغط نفسي ودخل دلوقتي طول. نفرض انه حصل فيه ستاب تنفصل. تبقى مشكلة في المحاكم انها هتكمل لولادها في نفس المدارس والراجل مش عايز. أطفال نفسي تساب الاستمرارية طول الهوم. أنا شفت الأطفال وهي نفسي تتعبانة لأنها بتقارن. بص ده عنده فيلا. يعني ما سيروحوا عياد الميلاد بعض. ده عنده فيلا. ده عمل عنده سواء. عنده سواء. ده عمل الأول كده أدخل ولادين مدرسة اللي مناسبة لظروفي ومحطش نفسي أبعد عن أي حاجة في الضغوط لأن ده عمر مش هتخلص في كيجي ولا ابتدائي انت تعود لحد سنوي. دخلت حاجة هتكمل لي عليها. هنطلع فاصل مهمة جدا. نرجع نواصل بقى حكاية الانترفيو بكام والتبرعات بكام ومشاكل أولاء الأمور بعد الفاصل. ما زلنا بنواصل حوارنا عن زيادة المصاريف في المدارس الخاصة. ويعني رغم الأزمة العالمية والاقتصادية في العالم فيها لكن في زيادة. وأولياء الأمور بيشتكوا من المصاريف ومن التبرعات من المصروف الانترفيو كمان. حاجات كتير هنتكلم فيها مع ضيوفنا ويمان عندها سؤال. أنا عايزة أرجع تاني لموضوع التبرعات. يعني كنا زمان نسمع نبرع مثلا لبناء مسجد بناء مستشفى خيري لكن المدرسة بتدخل بتشفه وترف كده وبتلمع وجميلة ومش ناقصها أي حاجة خالص وغالية. أنا أتبرع ليه؟ هو مين اللي يتبرع للتاني؟ أنا مش فاهمة حقيقة. الزبط. هيا اللي وسأل. سؤال مستشفى. هيا دي لهم مستشفى. هو أخد كل مشكلة الثقافة للأسف في بعض المدارس. أنا أخد آخر إرش في جيبه. واخد حقاك. يعني حقاك. يا فاند بدلوصل. يقولك للمو عباده عمله تكييف في الفصل. انت واخد ده كله. بس ما زعيش مني. المدرسة كسبانة في البصات. المدرسة كسبانة في اليونيفورم. المدرسة كسبانة في الكانتين. المدرسة كسبانة في رسوم التسجيل. المدرسة كسبانة في وصوم الابليكيشن والرحلات. ده بقى النشاط. النشاط اللي حاجة دي تفعيه ما بتطلعش بيه أي حاجة. أخدوا نشاط في أيام كورونا. عملنا بيه إيه؟ ولا حاجة. صح؟ مين بقى اللي يتبرع المزيم حاجة؟ هو ده السؤال. النشاط إيه؟ هو حد كان بيروح مدرسة عشان. نحن بقى رحاجة هو في كورونا. إيه بقى؟ طب أخدت النشاط ده بتعمل بيه إيه؟ طب رجحته. طب أنت أخدت مصاريف في أيام كورونا. حد جاء لك اتفضل ده زيادة. تفضل؟ مفيش. مفيش. بسينا الكتب كمان اللي بتزيد كل سنة. الكتب والبك لا تسول. لا كل بس حاجة. ده حضرتك دلوقتي أنت من دلوقتي بتحجزي. آه. طب لغاية فين؟ ما تعرفش. مصاريف بتدفع تحت الحساب. رايح فين؟ ما تعرفش. مع العلم أن فيه ناس في أيام كورونا على الاندين كانت شطر جدا. بعد المدارس مش كلها. طب بقيت المدارس دي ما عملتش حاجة. عمش أي نشاط. رجحت من الناس. أنت تبرعت بقى الولاي الأمر وديته وطور خدت في وزير. ما حصل. طيب هنرجع لأستاذ داليا تاني. وفكرة أنه هل فيه سلطة أو ضوابط بتحطها وزارة التربية والتعليم عن الزيادة دي كل سنة. ولا ما وصلناش لحاجة. وقفنا لحد فين؟ وإيه المطالبة اللي بيطالب بيها؟ للأسف ما فيش رقابة على المدارس الخاصة. وبعد كده لما بتقول لنا فلوس الابليكيشن خدوا بيها وصل. فيش مدارس بتجي وصل. فبيضطر وليه الأمر شايف أنه هو لازم يدفع فلوس الابليكيشن لأن دي هي دي تعتبر البداية لابنه أنه هو التحك بالمدرسة. الزيادة السنوية الأزيد من الزيادة المكررة برضو وليه الأمر بيدفعها عشان ما فيش رقابة. فإحنا مش عاوزين الوارة. هل فيه قانون بس ما بيفعلش ولا إحنا عايزين قوانين تربط الحكام إحنا عاوزين رقابة يعني لجن تبقى بصفة مستمرة متواجدة في المدرسة. وزي ما بقولت الدفع عن طريق حساب بنكي ده وسيلة حلوة قوي إن إحنا ممكن نزبط الأمور. وفلوس الابليكيشن يعني أنا شايفة لو هي فيه مصاريف إدارية أو استعانى بخصائي نفسي أثناء الانترفيو ده ما فيش منه مانع. بس ما بقاش بأسعار مغالة فيها. يبقى بسعر معقول. لكن اللي أنا شايفة إن هم أخدينها سبوبة جديدة. وياريت إن أنت تقدري مثلا يقولولك لأ خلاص إحنا اكتفينا. لأ ده نهر فلوس جاية لهم وما فيش تعرفي اللي استعاب المدرسة قد إيه. هم هم ممكن يأخذوا أكتر من الاستعاب بتاعهم وكل دي فلوس جاية لهم. ليه بقى؟ عشان ساعت فيه مدارس بتكتف الابليكيشن يتم الرفض بدون إبداء أسباب. وفلوس تروح عليك؟ آه وهو اشترت خلاص. بدون أسباب. يعني لما تروح لهم تقول لهم هو على عدن من ناحية الأكاديمية مثلا لما انتم تعنتوا كان مكتس الامتحان أو ايه سبب عدم قبول ابني. انت ماضي ان عدم وجود أسباب هيتم رفضك ومش هيتم إخبارك. فإحنا لأ البند ده لازم أعرف ابني اترفض ليه؟ لأن فيه مدارس فعلا بتقبل أكتر من الكسافة بتاعتها. وفيه مدارس ممكن يكون عندها اشتراطات صعبة قوي وما بتبقاش عاملها إعلاني. يعني مفروض أنا عاملة اشتراطات صعبة برغم طبعا انها طبقية وان هي ما ينفعش الاشتراطات انها تحط مثلا مؤهل الأبوين لازم يبقى مؤهل عادي. مستوى تعليم معين. مستوى تعليم معين. يعني وظيفة معينة ساعات. لكن هما ما بيقولوش كده صراحة. فيضطر وليه الأمر يروح وبعد ما يخسلوه في الانترفيو يقول له لأ حادتك ما فيش نصيد. برغم ان الدولة الأيام دي مهتمة بالتعليم الفني وفتحة مدارس تكنولوجية وجامعات تكنولوجية فلازم الموضوع ده يتم فتحه ويبقى فيه مجازال المدارس اللي ترفض وليه الأمر تعليم متوسط. لان انا من حقي ان انا ادخل ابني في حاجة احسن من اللي انا كنت فيها او اللي انا ارسم له مستقبل احسن من اللي انا فيه. ليه يمنعه عن وليه الأمر ان هو يحسن مستوى ابنه التعليمي. وبالتالي يعملوا انتربيو للوالدين كمان يشوفوا بيعرفوا يتكلموا لغة ولا لا. انا شايفة دي ان انا ترمى عندي لانا عندي مقدرة مالية وهقدر اتابع ابني محدش يشترط علي. لان كل البيوت مفتوحة دروس خصوصية برغم ان ماشي المدرسة بيبقى فيه نوع من انوع الاستعاب ممكن يجيلك ب60-70% وده حاجة كويسة يعني لكن الباقي بيعوضوها بدروس الخصوصية. فانا انا هدفع دروس خصوصية بس اشوف ابني زي ما انا عاوزة احلم بي. ما تمنعونيش الحلم ده عشان مجرد لانا تعليم مفتوحة. انا يعني احنا لحد دلوقتي بنتكلم انه في مشكلة عند بعض المدارس اللي هي الكبيرة للمدارس الغالية قوي دي ما فيش شفافية في شكل من اشكال الاستنزاف لولية الامر بطريقة او باخرى لكن ده يوديني المشكلة تانية مع السوزة امل برضو انا هرجع تاني المنطقة انا يهمني قوي نفسية الاطفال ان دي اللي هتكمل معاهم طول العمر وده اللي هيتبني على اساسها شكل لدوائر علاقاتهم بعد كده ونزلتهم للمجتمع المحيط بيهم. انا النهاردة خلاص الطفل انا حملت عليه وحملته فوق طاعته بفكرة ان ان انت موجود في مدرسة اكبر من قدراتنا منزلية من الدور العاشر للدور التالت الصدمة النفسية والعصبية والحضرية والاكاديمية نتيجة تغيير السيستم الدراسة دي برضو بتأثر في الطفل ازاي وده بيحصل كتير دي حصلت حصلت والناس شفتهم يعني عارفهم لأ هي ازمة وكبيرة لان الطفل بيبقى انت خيالي الطفل قاعد في مستوى وبعا كده راح عكسه تماما بيبقى لا نفسية الطفل فيه اطفال بتعتبرها من الصدمات يعني لأ بتسبب له ازمة ما يقدرش يكمل وتبقى نفسية وحشة جدا والاهل المشكلة ان الاهل مش بيبقوا عارفين يقدروا حجم القلم ايه يعني ما كن لها مدارس بعد ما الاول كان لازم المدارسة دي دلوقت ايه يعني ما كن لها مدارس مش بيراعوا مشاعر الطفل عشان كده لو ده حصل وده اتمنى ده ما يحصلش للطفل نعرف ان ده ده ازمة ومش حاجة سهلة خالص على الطفل محتاج ان احنا نتفهم مشاعره نبقى دعم لي مش ضده يعني ما نعودش نقوله كلامي وجعه اكتر نساعده يعبر عن مشاعره بشكل مستمر نشوف ايه الحاجات اللي ينفع نقملها تساعده يقدر يكمل في المدرسة الجديدة المشكلة ان الطفل ان الطفل لما ما يلاقيش دعم من الاهل ويلاقي لهم على مشاعره الازمات بتزيد اكتر جواه فهو محتاج يبقى عارف ان ماما او بابا متفهمين ده اللي انا بمر به لان حقيقي هي ازمة وكبيرة ومش حاجة سهلة يعني اللي انا تجاهل السطمة دي ولا نتفه منها او نقلل منها ونفهم انه ما فيش حاجة حصلت انت مكبر الموضوع ايه المياصة دي وخصونا ولد بقى ما تسترجل كده لا هي حقيقي حاجة مؤلمة او بيحصلوا تنمر احيانا كمان ويحصلوا تنمر ايوة بالضبط باباكو درس ايه بيشتغل ايه الاطفال اللي بيلاقوا الطفل جديد في اي مدرسة احيانا لما يلاقوا يعني جاي من مدرسة مثلا لغاته كبيرة بيقولولوا انت عايل فافي انت مش عارف ايه فبيتكتلوا عليه ويعملوا له مشكلة فالولد هنا بيبقى في ازمح ايه محتاجة دعم ومن الاهل جدا طيب من الحاجات كمان استاذ عادل يعايزين نسأل ليها ضوابط ولا لا فكرة التبرعات للانشاءات والتبرعات للمدرسة هل دي فرض ولا نقدر ننادي بان نقول للاهالي النهاردة لا ارفضوا ده بس حاجة قانون حتى الابليكيشن كل حاجة ما بدفش عليها اقصال لان هي اصلا مجرمة في قانون التعليم الخاص بس ما فيش غير المصاريف والكتب اللي هو لازم يطعها واليونيفور بس ندخل على موقع الوزارة ونشوف اللايحة دي بتقولين لا حضرتك دي مشكلة أولياء الأمور والمدرسة الخاصة نفسها الإدارة التعليمية اللي فيها لايحة المدرسة اللي بيتم التغاضي فيها لان هو المفروض منها الرقابة وهناها التفتيش ومنها التوجيه المالي والإداري كل ده بيانبع من الإدارة المالية وده من صميم عملها ما بيتمش حاجة طيب اللي بيقابل مشكلة يعمل ايه مفروض بيلتجه للإدارة التعليمية والإدارة التعليمية بتصعد وتبعت لجان وتشوف الكلام ده وده ما بيحصلش حضرتك حضرتك الشاكو بتتخاب بتتفى الدرج أنا أحد الناس في أحد الإدارات التعليمية قال لك طيب احنا ناكل عاش منين يعني هاو الدنيا مشت مظبوط احنا ناكل عاش منين إدارة التعليمية نوع من أنواع المحليات وده هي دي المشكلة الحقيقية اللي الناس مش عارفاها والناس مش عارفا حقوقها في القصة دي يا جماعة يا أولياء النمور الإدارة التعليمية مش الوزير التربية والتعليم السيد المحافظ يحضرنا في القصة دي كل الإدارات التعليمية تتبع السيد المحافظ المدرية تتبع برضه السيد المحافظ هذا الموظف بياخد من ماليات المحافظة لذلك لا المدرس اللي تابع المحافظة بياخد على أساسي مختلف عن اللي بياخد في وزارة التربية والتعليم لأن ده كادر وده كادر قصة لدار التعليمية يقول يا وزارة التعليمية زي ما تقولي الديني لوائح زي ما تقولي أنا هنفذ اللي جزيني اللي يختصمني اللي قدر اختصم فيه هو السادة المحافظ قابل بقى حركة السادة المحافظ في وسط مشاغل دي كلها لازم نعرف ان التعليم ده أمن قومي ولازم يتواصل معنا ولما بعرف أنا حقوقي كمواطن أنا بطالب فيه النهاردة بننور للجمهورنا السادة السادة ممكن على أرض الواقع يخلي ان ابني المدرسة تستقصده يعني أنا لما هاكل شوية روح اشترك فأنا المفروض الرقابة انا شايفة نمو رقابة أو يبقى فيه شكوى تتم في سرية تمة في بيانتها في كل حاجة بحيث ان هو ما يبقاش ابني انا بتكلم على الواقع بتاع المدارد ايه ده ابنك بيعمل شكوى طب تعاله لنمو فأنا شايفة ان احنا رقابة وتبقى الشكوى فيه سرية ان هي تم يعني تأكد منها لكن ما ينفعش ان انا احضر اصطدام بالحرير من الواقع مثل الولاي الامر اللي صاحب المدرسة بتقول عندي سين بيشتكيك دلوقتي عند مدير لإدارة التعليمية بده حصل يعني ده موجود في الإدارة التعليمية في حد بيبلغ المدرسة ايوة يا فندم ده الجادة اللي مسؤول عن ليحة المدرسة كل مدرسة اسمها ليحة لها فايل مسؤول عنه هذا الشخص لما انت بتروح لمدير لإدارة التعليمية بتقدم شكوى بيبعث اللي عايزة يعرف ايه الموضوع والمدرسة فين ولا يعواجها فين هو قبل ما يروحوا لكسين عندك كذا 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 احنا نعرف حوانا وطبعا ده في بعض الفاسدين ان احنا المفروض ان احنا نواجههم وانا معا مش معا ان احنا نخب الشكوى احنا نواجه جماعتا بالزبط كده يعني معانا النهاردة جروبات ومؤسسات زي حضراتكم واحترمة نقدر نقول صوتنا بصوت عالي نوصل صوتنا بصوت عالي قصة نقولك خد منه ايصال انت عايف مش هديني ايصال بس يا فندم القانون انا النهاردة اولياء الامور مجموعة من اولياء الامور بتشتكي انا عندي جهاز المركز المحاسبات موجودة عندي في الادارة التعليمية واهر حضرتك ما بلغش ليل المسؤول عنها في الجهاز المركز المحاسب ويسلموا الشكوى وينزل يشوف الفلوس باشرف لأ دي شكوى عامة ومال عام ناس مزبوط انها مفيش خطوة هنرجع نقول الادارات التعليمية مشكلتنا في الادارات التعليمية مش في الوزارة كوزارة بلاصي بي احنا كاولية امور نبقى فاهمين حقوقنا ونروح للادارة التعليمية للمكان التابع لي لنا وانتعالوا نشوفكم هون بيقول ايه في الموضوع ده اولية الامور بشتكوا من ايه ونرجع نوصل حوارنا تاني محدش بيقدر سجل اطفاله بالمدارس دي غير الناس اللي داخلها الشهر مايقلش عن خمسين الف الانترنشونال دي تبقى مكتصرة على يعني مش هازنه الفقات معينة يعني ناس مثلا عندها لفل محدد عيشة محددة هي بتنزق بتدخل اولادها مدارس انترنشونال بيزودوا كل سنة عن السنة اللي قابليها يعني سنة فاتت كان مبلغ السنة دي مبلغ وانا عندي بنتين السنة دي فطبعا كده الدبل ساعات بيعملوا خصموا الاخوات ساعات لا التكلفة عالية وطبعا مش بيراعوا اني انا راجل موظف او راجل مسلا ايا كان شغلانتي وبيديكي لمت معين يعني لثلاث شهور ما دفعت ايش المبلغ لا انا حطلعها وديها مدارس حكومي فبتبقى العملية يعني ما فيهاش شيء من الرحمة كل سنة مثلا بكذا السنة اللي بعدها يزود ألف ونص يعني بيزود مبالغ كتير مش مثلا 300 جنيه 500 جنيه لا يزود ألف ونص مرة واحد المدارس رفعت المصاريف وده صعب على أولاء الأمور بس كده ونحاول ونحاول نبسطها عشان خاطر الأولاء الأمور عشان أولادنا المدارس الخاصة مصاريفها يعني باهزة جدا وانا بالنسبالي بانتكاد في مدرسة خاصة وطلعتها بسبب المصرفات الناس كل سنة والتانية بتعاني من الزيادة السنوية في مصاريف المدارس والإنتروبيوهات والتقديمات لسه مازلنا بنواصل حوالنا مع ضيوفنا وإيمان عندها سؤال أنا عايزة أتكلم في منطقة أنه في بداية يا جماعة يعني فكرة أنه نفضل متشبسين بمدرسة تبيع وتشتري فينا تدفعنا فلوس حاجات ما خدناش بها حاجة نحسب على فاتورة مش بتاعيتنا أصلا جري وراء التأليد والمقارنات طيب ما إحنا عندنا بداية الكتير محترمة الدولة بتوفرها وتحت رقابة مباشرة بين وزارة التربية والتعليم فأعتقد أنه في بداية يا أستاذ عاد يقول لي تقنيع مين حضرتك يعني مثلا خلينا أقول لك مثلا مدرس 36 بس تمام تعليم فيها أولا أرواح نظام محترم محكم جدا إشراف مباشر مزارة التربية والتعليم ومبالغ متوضع معقولة فيها فيها دبلومة أمريكية وفيها بريطانية وفيها كل حاجة هو إيه الفكرة ولا فيه ناس بتحب تدفع أو خلاص حاجة قلت الجانب برضو زي ما احنا نتكلم عن الناس وقتهم احنا برضو عندنا خطر كأولا أمور تقنيع مين في ولاية الأمر أنه يعمل كده تكلمي وفي ولاية الأمر اللي عاش تقنيعي هو مش لازم يبقى في إزباق مع ولاية الأمر يعني الانترفيو اللي بيحصل ده يقولك ده مش عايز ولادي ده غيرانين مني مش عايز ولادي يبقى أحسن ناس وأحسن معينك يبدايل وخبر حضرتك هتقنيعي طب سيبك المدرسة سعودية ونحن نشوف مدرسة دي نتحرك لا تعالي نشتكي لا وخبر حضرتك هو خايف ده سيكولوجية مصرية يا فندم مش عايزين نغير لازم ثقافة لازم نغيرها جي مش كده يعني لا زعيش مني حضرتك أنا بقول لحضرتك هو الانترفيو ده هو إصارة هم يا فندم مش عطرين جدا والإدارات تعلمين مش عطرين جدا فاهمين نفسية المصريين هو إصارة التصابق ما بيني أنا داخليني وعملني بص البعض داخلين الانترفيو ويرقك كده لا أخذ بالك أقول كذا وهو كده هو ده شعب المصر إنما يديني معيار للانترفيو مفيش يعني أنا عايزة مدرسة تطلعت كده تقولي إيه هو المعيار الشروط تبقعدها زي السيد زداني ما قال مفيش هو الانترفيو أصلاً اتعامل زمان لي أساساً لو نرجع لورا كده هو أصلاً المفروض إن أنا أشوف نط الولد عشان ما أطلعش زي ما درس حصلت بعد ما قابله الطالب لقوه احتياجات خاصة أو متاع فأصبح بين زميله وشكلة تمام طب أنا لغات بشوف الولد وخصوصاً في المراحل النقل إن هو مش كيجل إن هو كيجل مرغم يعلمه والمفروض يعلمه وإنت بتغفيره عشان تعلمه حضرتك النهاردة إنت بتأخذه بتشوف الإنجليش بتاعه زمان لما حكت في حتة اللغة دي كنت حكت خشت لقي موجه التربية والتعليم في الإنجليش قاعد في المقابلة مين حاضر المقابلة؟ مين حاضر المقابلة؟ عشان تديني معيار؟ مين مهتم بالتربية والتعليم كشخصية عامة زي الانتخابات يحضر ويشوف الشفافية في الموضوع ده مفيش الكلام ده خالص طيب أنا أسأل سؤال بعد الانترفيو عايز وليه أمر كويس عايز طالب كويس عايز سين 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 هل قدرت تغلبت على التنمر في المدارس بين الطلبة؟ ما حدش قدرت منفستش هل قدرت تعالج طالب انطوائي ينتحر ويقدي إلى هذا؟ ما قدرتش يبقى أنت ما عملتش حاجة يبقى معيار ما فيش معيار هناك كلام موجه لمن يا سادة الله موجه يا رانتم لكل من الأول للوزارة للسيد المحافظ للمدارس الخاصة لأولاق الأمر وليه الأمر يفهم لازم إحنا عرضنا كجمعية ومشروع كنا ماشيين فيه وكان معنا السادة رقوف علام كان نقاب رئيس جماعة أصحاب المدرسة والوزارة أوقفت هذا المشروع إن إحنا نقعد مع بعض ونحط عقد لازم عقد الدنيا كلها شففية النهاردة الدولة بتناشط بالدولة الجديدة بالشففية ويبقى في عقد بين ولي الأمر والمدرسة ليه وقف المشروع يعني ليه شوار قال لي أوتر حضرتك في إدارة تعلمية قال لي وإحنا ناكن عش منين فيه تغيير بقى بقى الوقت وفكرة حربت وتوقدت ما إنها كنا على أساس كنا هنكتب عقد بين ولي الأمر وبين مدرسة فيش جميع الشففية يا جماعة أنت هتقول لي أنا كل سنة هقبلك بسين كل سنة هزود عليك خمسة في مئة إحنا بنتمنى إن شاء الله دكتور ريضا حجازي وزير التربية والتعليم يناقش ده وأكيد إن هو استلم الملفات لأن الدكتور ريضا موجود أصلا في وزارة التربية والتعليم طبعا بكتبعها أكتر من مرة وهو فعلا يعني عنده أفكار مرتبة جدا بالضبط كلمة من أستاذ أمل يعني برضو نقول أولياء الأمور والتوعية وحقي لازم من حقوق الموطنة إن أنا بقى فاهم حقوقي جمان مش اللي علي بس هو أنا بس عايزة أضيف حتة أنا مش على طول أولياء الأمور غلطانين في فكرة أنهم عايزين يودوا أولادهم مدارس بالنسبة للاختيارات يعني في فكرة عند ولي الأمر بتقول أنا عايز ابني يبقى أحسن مني فأنا هبيع كل اللي عندي ومش عايز يبقى زي وفي برضو أفكار عن المدارس الحكومية يقدرش تجال على مدارس سنين فخلت ولي الأم هيتجنن لأ أنا عايز ابني أحسن مني فهما مش على طول هما بدافع الحب برضو بيعملوها لهم بيفكروا إزاي يبقوا ولادهم في أحسن حال بس أنا عايز أقول كل أب وأم بس ما تشدوش ولادك هما راحين يعملوا انترفيو يعني هما الولاد مش عايزين نخليهم يدفعوا تمن المشاكل اللي احنا بتكلم عنها لا بيدغطوهم كأنها حياة أمه يعني يعني الروب وعطيه وعحد يقولك لازم تجيبه أصلا شكل الأم وهي بتتكلم وتوعى ابني عن انترفيو يخوف الطفل خلي الطفل فيه أمان أكتر خليه يعاول نعمله تمثيلية كده قبل ما يروح علشان يقدر يواجه الموقف اللي هيواجه لكن الاسترس اللي بيحصل للطفل هو مالوش زنب فيه فخلينا نحاول نحن نوفر له جوه للأمان أكتر تمام أستاذ داليا كلمة أخيرة لمين عايزة توجيها للأولياء الأمور ولا المسؤولين أولا الأولياء الأمور حاولوا تشوفوا إيه الأولويات اللي أنتوا عاوزين تختارها على أساسها المدرسة يعني مدرسة تهتم بالأنشطة يكون عندها مصرح وملاعب وحاجات كده طبعا تجيليها تكلفة خاصة ولا مدرسة تهتم بالنحية الجينية في مدارس برضو تهتم أكتر فحددوا أولوياتكم وحددوا طبعا البدجت اللي عندكم لأنكم هي من السنة لأسنين العمر كلها ما تضغطوش نفسكم إن ممكن فعلا في مصاريف تانية خلال العام الدراسي بقول برضو للمسؤولين إحنا محتاجين نحية رقبية لأن ساعة وليه الأمر بيبقى الحلقة الضعيفة إنه مش عارف هيشتكل مين فخليكم رقابة بصفة مستمرة إحنا مش ضد الانترفيو للانترفيو لازم يبقى شكل بسيط يتكلموا يشوفوا الاستعاب قددوا مستوى الطالب الاستعاب الزهني ممكن يكون فعلا هما الأولياء الأمور دخلين وما قالوش أنه طفل محتاج دمج فلما يتحط في الفصل مش هيندمج مع زملاء وممكن يتنمروا عليه فالانترفيو مهم لكن مبقاش فيه بقى مغالاء إن انت الانترفيو عاوزين طفل جاهز جاي لهم متعلم كل حاجة لدرجة أنه دلوقتي فيه مراكز بقت مؤهلة لخوض الانترفيو بقت من ضمن أعباء وليه الأمر إن أنا ودي ابني قبل الانترفيو عشان يبتدي يحقق بالضبط حتى وليه الأمر ونفسه الأب والأم لو حدتك روحتي على اليوتيوب هتلاقي ليهم دروس إزاي كيف تخوضوا الانترفيو أكيد أنها كشفة عيقة أو راحين سفارة وبيبقى فيه بقى اللي هي الأسئلة الطبقية المستفزة أنت بتصيب فين تبع ربيطك إيه تبع مرتبك كام تبع الناجي إيه فتحس إن هي مش أسئلة أكتر من أن هي نحية فرز نحية مادية آه بالضبط ونحية دينية بقى بقى عمل إزاي فنحاول الأسئلة الطبقية جي نحاول مدرسة بتعرف إن هي يعني كل ده بيستفزي وليه الأمر خصوصا إن هو وليه الأمر يعني بيقدم في أكتر من مدرسة وبيفضل يدفع يعني بيقدم في أكتر من طفل أكتر من طفل أكتر من طفل كذا مدرسة كذا مدرسة لأنه مش واسك المدرسة دي تقبلني فيفضل يدفع قد كده هو وكل ده يروح عليه مع أنه فيه قرار يعني على قد الحافة كمد رجليك وكده كده المدارس الكويسة حقيقي موجودة كتير وتحت إشراف الدولة وأنا أنا مدخلة بنتي مدرسة تحت إشراف الدولة مباشرة والنظام الأكاديمي فيها ولا أرواع والسيستم ماشي زي الفل والولاد متفوقين وفيه مسابقات وفيه أنشطة وفيه كل حاجة خالص لازم أدفع دم قلبي في مدرسة واجي بعد كده ساعة الجمعة ساعة الجد ما قدرش ندخلها جمعة كمان نسينا نتكلم مولينا كلام تاني والملف بزال مفتوح المدارس التجريبية للولاد المتميزين المتفوقين واليابانية فيه كتير مدارس عاملها الدولة المحتربة بس إحنا نفهم حقوقنا كأولياء أمور وشكرا لحرارككم بعد الفاصل هنتكلم عن الغذاء السليم وحفظ الغذاء بطريقة سليمة مع دكتور باسمة سليمان رئيس لجنة فحص الشكاوى الغذائية بالعيق القومية لسلامة الغذاء يعني فترة مهمة جدا جدا نستنعون